أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول القول بأن استقدام الكفار إلى جزيرة العرب لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وما في معناه من الأحاديث لأن المقصود بهذا الحديث عدم إعطائهم الجنسية وكوطيلهم هل هذا القول صحيح؟ وما معنى ذلك أنه يجوز دخولهم إلى مكة والمدينة إذا لم يعطوا الجنسية وكيف نجيب على هذا الإرادة؟ أولاً قائل هذا من هو؟ هل يعتد بقوله؟ الإعارة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسل بغير المراد من هو هذا؟ هذا ما يصلح؟ الرسول قال أخرجوهم من جزيرة العرب ولم يفصل بين كافر وكافر يجب أن لا يمكن من الدخول إلى جزيرة العرب إلا إنسان يأتي برسالة من دولة يأتي برسالة من دولة يوصلها ويرجع إلى بلده أو سفير لبلده أما أنه يجي ويستقر في بلاد المسلمين ويشتغل ويحترف ويبيع ويشري أو يسكن هذا أمر لا يجوز هذا عند تمكن المسلمين من إخراجهم فيجب أن لا إذا قدر تمكن المسلمون من إخراجهم فيجب إخراجهم لا يجوز أنهم يتركون يعيشون في جزيرة العرب ويستوطنون ويبيعون ويشرون ويتملكون هذا ما يجوز هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنهم يأتون بأمور من دولهم بلسالات أو سفارات أو مفاوضات كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاوضون معه ويأتون برسائل ويذهبون برسائل ما في معنى نعم